أول ما هي المريض وكوني كطبيبة في المستشفى ناخذ له العلامات الحيوية نشوف له السكر بعدين ندخل عليه استشارة وأنا كوني درست في الحجامة وعندي شهادات طورت نفسي فأنا عرف المواقع اللي تناسبه حسب المشكلة ويك المريض هل هو يبي حجامة وقائية ما في شيء بس يبي وقاية أو يبيها كعلاج فالعلاج طبعا دائما ننصحه أنه يواصل يسوي حجامة على الأقل ثلاث جلسات وربعض على مدى ثلاث شهور يعني كل ثلاثين يوم ييين نحق حجامة الوقائية مثلا يصير كل ست شهور يسويه مرة فإحنا مع معها العلم هذه إحنا يعني درسنا ونعرف المواقع اللي تناسبه ليش الحجامة يسويها في القطاع الخاص فقط؟ ليش ما نسويها في القطاع الحكومي؟ فهو بيوفر يعني في دراسات صارت في بريطانيا لما أدخلوا الطب التكميلي في البراكز الحكومية وفي المستشفيات طلع أنه هو يوفر عليهم في النفقات العلاج يعني من ناحية اقتصادية لدور خفض من نفقات العلاج التحويلات إلى الرعاية الثانوية الكوس تبع الرعاية الصحية الأولية لدور الحجامة يعني حسب قراءتي مع الدراسات اللي صارت في الدول الأوروبية فأنا أشوف أن العلاج بالحجامة يعني علاج سحري أنا سميه علاج سحري يعالج كثير من الأمراض ومو شرط كل الأمراض يعني فيه ناس يتوقعون أن الحجامة بتعالج المرض نهائي ممكن يتخافف حدة المرض يعني بالذات عندي أنا مثل ما قلت مرضى الصداع النصفي وايد يستجيبون للعلاج في حالات العقم المعروفة أسبابها اللي عندهم مثلاً لخبطة في الهرمونات وهذه ما شاء الله يعني من عن خبرة في كذا حالة عندي مع الحجامة ما شاء الله يصير حمل المشاكل العضلية مثلاً اللي يأتيهم أسفل الظهر الاسترس والتنشن خاصة ليهم صداع وأولام في أعلى الكتف الرقبة وايد يستيجيبون اللي يتعرضون لضغوطات نفسية يستيجيبون للعلاج بشكل يعني مشاء الله ملحوف والبعض يعني يلجأنا يواصل ويجيني حق المتابعة